موسيقى 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 وان سوريا المستقفل البارد غط يصر جليك في زمن الحير مش نشل مده يبقى يلص عليك موسيقى لازم هالقصة تطنيش كنت مرفع أو درمش بالعلني أو بالطلطيش فرفت لك هالأخبار لعب تاصرت الأخبار وعقلك نفت بناتهم حمامك قطعوا مياتهم وطفاقينك صاروا كتار وطفاقينك صاروا كتار أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج نور خانم على تلفزيون سوريا والتلفزيون العربي استثنائياً بهاي الحلقة رح تكون مقدمتنا مختلفة الأسبوع الماضي منفجعنا برحيل الفنان السورية ميس كاف أنا واللي بجيلي نعرف مي بدور تيمة بمسلسل العبابين البنت المتمردة اللي ما بتعمل إلا اللي براسها لا أدري لماذا أنت مختاضة مني فأنا لست سببا في صغري سنك يا صغيرة ماذا تريدين بعد؟ لماذا أنت واقفة أمامي هكذا؟ ولكنك وصفتها قبلي بأنها طفل أنا وأنت على جواد واحد من تفرح بذلك ولو قطعت دراعك هيا اغروبا عن وجه ستنالوا مني الكثير جزاء وشايتها الكاذبة ما يتركتنا بأكتر لحظات الثورة سواد لحتى كتير منا فكروا أنه خلص الثورة انتهت من كتر الانتكاسات والخزلان اللي عم نتعرض له لهيك وكأنه رحيل مي كان مثل الجرس اللي ينبهنا أنه لسا في ثورة ولسا الثورة موجودة ولسا فينا نفس لحتى نكمل اللي بديناه ووقت نوصل ووقته بس نبكي على مي بس بهذاك الوقت رح تكون دموعنا دموع فرح الشعب السوري شعب معتدل الشعب بيحب الكرامة وبيحب الحياة وبيحب الغناء وبيحب المظاهرات وبيحب السلمية وسأظل أدافع عن سوريا العظيمة وليست سوريا بشار الأسد المؤسسة العسكرية للشعب المؤسسة الإعلامية للشعب وزارات الدولة للشعب مولا بيت الأسد هاي الثورة ثورتي لحتى موت أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين إن كنتوا في الصباح فصباح الخير وإذا كنتوا في المساء فمساء الخير وإذا كنتوا بالنص يعني معرفش خلص ما شوه المهم تابعونا والله والله ما حتخسروا وهلا هلا بشير وسبسكراي بسم الله الرحمن الرحيم سيدتي سادتي أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإسبوعي المتجدد وطابت أوقاتكم أينما كنتم الله يمسيكم بالخير إذا كان الوقت مساء والله يصبحكم بالخير إذا كان الوقت صباحا وما تنسونا تابعونا في الإجازة والله ما حتندفو أيوه هضهو القرابة هنا سألتني ليش بتناديله القرابة يعني هو الصراحة مش أنا البناديله القرابة هو مصر إنه يكون قربتنا فقال لي في هذه الرسالة أهلا وسهلا بك في وطنك الثاني سوريا فرددت عليه برسالة قلت لي أخي مش وطن السوري مش مطر الثاني هالي وطني الأول أنا شخصيا من المحبين لسوريا ومن المحبين لشعب السوري واعتبر نفسي جزءا من هذا الشعب إحنا شوان أسا عرفتوا ليش بنادي قرابة؟ الزلم طلع شامي وسوريا مش بلده الثاني بلده الأول قرابة ولا مش قرابة؟ المهم القرابة كل الحرب اللي بتصير بسوريا ومش بعتبرها خطار مش مع بعينه يعني ما في حل أبتمر إلا وبيذكرنا الخطر القادم الخطر القادم ويزلم يظل أخطر من هيك يعني ما لك عامل زي غراب البين؟ أعتقد أن المنطقة مقبلة على حرب كبيرة ربما وغير مسبوقة على الإطلاق سأركز في هذه الحلقة على الحروب الزاحفة إلى المنطقة الآن البورصات الخليجية بتتراجع الآن أسعار العقارات في الخليج بتتراجع بشكل متسارع هناك كثير من المحلات بتسكر وفي تقارير مهمة جدا في هذا الإطار هذا دليل أنه في خطر القادم على المنطقة يعني لما كنا بالأول نقول لكم يا أخي والله في حرب جاية ليس بس في سوريا ولا في ليبيا يعني لك يا أخي أنت تحكي عن الحروب أنت صرت زي غراب البين؟ لازم تخرب حتى تعمر أنا بآمن بهذا المثل يا ولي يا غرابة عفوني يا غرابة ما لك بس يعني يا غرابة ما حددت أي دولة بالذات لازم تدير بالها يعني حتى تارك أشغالك وأعمالك وشاميتك وشا يتحذرنا؟ بدهم يفجروا حرب وضط مين هذه المراء؟ ضط إيران هذه المشكلة الآن الإدارة الأمريكية تستعد لمنع إيران من تصدير برميل نفط واحد يعني هذا تجويع لإيران وشعب إيران اسحوا على حالكم الآن مسألة خطيرة جدا مش من مصطحتنا أنه إيران تحاصر لجب أن نقوم هذا الحساب عزا هاي الحرب طلعت على إيران وانا قاعد بطبل لك وزمر لك وانت طلعت خايف على إيران يا عب الشوم يا غرابة والله يا عب الشوم لك وين عروبتك وين قوم جيتك يا زلمي؟ والله نكستعقالنا هات لنشوف لو إيش بدها تقوم الحرب على إيران؟ موعة العمل هذه هي تثوير الشعب الإيراني زرع الفوضى في إيران بدأوا الآن في محاولة تفجير إيران من الداخل بدهم يجوعوا الشعب الإيراني لدرجة أنه يقول جيبونا مين مكان جيبونا الشيطان يحكمنا ولا الحكم الحالي ليش ومش الشيطان اللي قاعد بحكم إيران هسا؟ بعدين ما لك يا زلمي؟ ولا كتافك بعضلنش من هالحركة تول الفيديو وانتهيك يعني والله نهد حيلي يعني روحاني أصبح بطل الآن كل الشعب الإيراني خلفوه كل المتطرفين الإيرانيين خلفوه كلهم مستعدين إنهم يدعموه لأن هذه لها علاقة بالكرامة كرامة بلد بلد اسمها إيران بلد يعني سبعين مليون نسمة سبعين مليون نسمة كرامة بلد روحاني بطل والشعب الإيراني كله خلفوه حتى المتطرفين خلفوه مالكم بعدين البلد يعني سبعين مليون نسمة يعني لو هما يعني أقل من سبعين مليون فيها وما فيها بس سبعين مليون هذون هي إيران قليلة؟ إحنا وين وإيران وين؟ طيب يعني إيران تعرف هذه يعني عندها خبراء وعندها عقول أو بنوك عقول بيخططوا بيحطوا كل الاحتمالات إيران ملتزبة بالاتفاق النووي وقعت الاتفاق النووي إيش بتتعمع الإيران؟ بتقولهم مالله أهلا وسهلا بستعقبلهم باقات الورود يعني وترحب فيهم ترقص دبكة وترقص يعني على واحدة ونص استقبالا لها المشروع الأمريكي والله هذا اللي كان ناقص يعني ترقص دبكة أو على واحدة ونص ليش مين فينا برقص لما تيجي أمريكا يعني لشو بتلمح؟ والمالك يا زلمي بتدافع عن إيران أكثر من إيران نفسها يعني شو خايفة بالآخر تطلع طهراني مش شامي؟ بعدين تعال هون قرابا يعني شو صور حبك لإيران؟ يعني شو بيدعموك أكثر من العرب؟ بيمولوا لقناتك على اليوتيوب؟ بيسبزكروبولك أكثر يعني؟ ما لك هيك يا زلمي تخليت عن العرب بسهولة؟ ومن المؤسف إنه في دول عربية أبداً دنديل اشتركوا في الحسار بيشتركوا بالحسار طب إنتوا عارفين إيش بتصير إلكم إذا شتركتوا في هالحسار؟ إنتوا عارفين إيش بتصير إلكم إذا انفجرت الحرب؟ إنتوا عارفين إيش بتصير إلكم إذا قررت إيران الانتقام؟ هذه المشكلة مش عارفين وشو بدك تقول يا غرابا؟ دنديل يعني طاعة وقايمة قالوا لهم حصار قام وشباب حاصر ولكم مش خايفين إيران تنتقم منكم؟ بالله يا غرابا احكي لهم يعني خلص الجماعة جاهلين وما بيعرفوا وعيهم احكي لهم شو مستنيهم من إيران إيران ما عنده هاش بزبوط أساطيل ولا عندها يعني سلاح جو لأنه منعوا عليها لكن عندها عندها زوارق سريعة جداً هذه الزوارق لا ترصدها الرذارات ممكن تحطم الأساطيل وتدمرها وعندها أيضاً هذه الزوارق منخزة محطات تحلية 80% من مياه الخليجة بتيجي من محطات التحلية إذا إيران ضربت هذه المحطات ولا لا يموتو من العطش ولا لا تموتو من العطش يعني ان ضربت محطات التحلية يعني شو بتعملو؟ يعني صاح إيران فاش عندها أساطيل وصاح أنه سلاح الجو وما نعينوا عنها بس ما لنا يا جماعة?' نسينا الزوارق السريعة ما لنا هاي الزوارق اللي بتمر من رادارات يعني والله ضربت محطات التحرية لتشربوا بميمالحة يعني هيك منيح آخرتكوا تشربوا من ميت البحر يعني إيران بدها تنتقل ولا الفاكرين بدها تقعدوا تتفرج عليكم إنه إيران عندها صواريخ وإيران عندها زوارق سريعة وإيران عندها أيضا سفن وإيران عندها حزب الله نحن نسينا حزب الله 150 ألف صاروخ عنده السيد حسن نصر الله هذه تحت عمامته فيه 150 ألف صاروخ وإن بدها تروحها؟ يعني أقول لك وإن بدها تروح يا قرابة وما بتزعلي يعني بتروحها سوريا يعني وإن بدها تروح؟ وإنكم حسن نصر الله إذا رفع عمامته وطلع تحتها 150 ألف صاروخ يعني جير طلع ما يشلح عباته لما يضل فيكم واحد يشرب من ميت البحر ما لكم؟ والله طلع معكها تريها شغلة كبيرة يعني مشان هيك تارك أشغالك وجريدتك وحتى مشغول عن الموضوع السوري لإيران يعني شي مختلف كليا فيه شعوب تحترم نفسها فيه قيادات تحترم شعوبها يعني مدير مكتب حسن روحاني الرئيس الإيراني حسن روحاني كشف قبل يومين بأن ترامب طلب ثمن مرات ثمن مرات يلتقي بروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وروحاني رفض غضية مرحوم الوالدين بيقول لك ترامب رفع السماعة روحاني ثمن مسكولات ثمن مسكولات وما كان يرد عليه التاسعة يم سكر السماعة بوجهه يعني هذا اللي شايفينه أسد بقلب أرنب مع روحاني لا أخرى بقلب فار مع غير روحاني ترامب هذا اللي بيهدد في العرب وبيحلب فيهم وبيفرض عليهم إملاءاته والله كان جالس مثل التلميذ الدليل أمام أستاذه في هذه القمة أحدث البعلمات تقول بأن الرئيس ترامب أبداً يعني رمى الفوطة رفع الرايا البيضاء بصم لفلادمير بوتين بكل شيء وخاصة في سوريا ترامب حقيقةً بيّن زي المضبوع عارفين كيف المضبوع أن بلاندا بقول لك هذا فلان مضبوع يب ضبعوا بوتين كيف ضبعوا ما بعرف يم مضبوع يعني ضبعوا الروس بس كيف ضبعوا والله ما بعرف أنا في تقديري الروس هذولا ملاعين أنا ربما مسجلوا لترامب يعني أفلام وفيديوهات تصوروا في أوضاع مخلة وربما أيضاً يعني عندهم أدلة على ممارسة لغسيل الأموال ولابد أن بوتين يعني وضعها على البلاطق عليه إنه هاي إذا بتلعب بذلك بنعرف كيف بتتعامل معها تمارس غسيل الأموال معليش أما تلعب بذلك بنقطعه ملاعين الروس بس تعرف يا قرابة الروس صاحبهم صاحب زقرتوية لما يحبوا الواحد بيحاربوا العالم كله عشان وش زي المضبوع صاحبنا عند أول مطبق بيتراجع وخاصة في سوريا معلومات الجديدة تقول أيضاً بأن الرئيس ترامب وافق على بقاء الرئيس الأسد لأطول فترة ممكنة شايفين ملوش صاحب هالملعون هاي بيقول لك الأسد قاعد ع قلوبنا بس أنت يا قرابة أكيد ما سقتلها يعني معروف أنت مواقفك العربية المشرفة ولا عمرك ما سح تجوخ لديكتاتور عربية يعني الفرق الكبير جداً هو وجود الجيش العربي السوري وعودة درعة لسيادة الدولة السورية الرئيس السوري بشار الأسد أصبح الآن يستقبل الوفود المهنئة الجيش السوري تقدم بدأت الحملة بقصف جوي جيش السوري أو للميليشيات الموالية لسوريا بعد تقدم الجيش العربي السوري بأن سوريا بشار الأسد وأن الرئيس بشار الأسد باق في السلطة أقول لك يا قرابة هالمرة مش أنا رح أردت عليك أجيب لك قرابة قديم شوي هو بردت عليك قصار في تفاؤل أن رئيس شاب بتعلم برة في الخارج عاد مسك الحكم ربما يغير لكن لم يغير لم يغير على الإطلاق بالعكس زاد القمع وزاد الفساد وزاد انتهاك الحرمات وزاد التغول الأمني العصابات الأمنية والله يا قراب عقولات ستي اللي ما بيعرف البلوط بتقول عنه كستنى وخرجت الدكتورة بوثينا شعبان وقالت بأننا سنعمل على دستور جديد ونلغي البادة اللي تؤكد حكم حزب البعث وستكون هناك انتخابات يعني كان هناك رغبة في الإصلاح ياسي تدريج شوية شوية يعني إحنا يعني بدنا نوكل عنا بلا دكتور النطور لماذا لم يدرسوا تعديل الدستور لما تولر الرئيس بشار الأسد السلطة لماذا عندنا الدستور في ربع ساعة بينما قانون الطوارئ يحتاج إلى شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة دراسة أكتفي بهذا القدر وأقول أجاك يا بلوط من يعرفك والله أجاك يا بلوط من يعرفك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو هادي يا ناكوش؟ الدنيا صيف حرائي وأنت لابس شتوي عفوا يا صديقة الأستاذي نور أولا أنا اسمي الأستاذ ناكوش ثانيا هذا موليباس شتوي هذا اللي باس المثقفين اللي متلي مثقفين؟ من وين هبطت عليك هالثقافة؟ من وين هبطت يعني؟ من الطيارة أسقاط مظلم من وين تهبط يعني؟ لك انتلاقا من قول الوالد المؤسس إني أرى في ثقافة حياة فإن الحياة ما زبطت معك شو هاي ما زبطت؟ شو؟ والدكن المؤسس بيقول إنه يرى في الرياضة حياة شو هالحاكي؟ بقوله أنا بخر بيت؟ ما ما أقول؟ ثقافي حرب ثقافي حرب ثقافي حرب ثقافي حرب الثقافي في زمن الحرب الاتين يكون عمل المعنوي يدعم نعم يدعم الشعب ودعم المقاتلين الذين يقاتلون ضد العدو الذي يهاجمنا الثقافة نتائج الثقافة ونتائج تتجلى بعد الحرب حلو ومين رح يشارك ببناء الثقافة هاي الجميع يا نور الجميع فموجه للجميع وسنوجه رسائل شخصية أيضا للبحث مؤتمر موجه للجميع الثقافة عادة صعب أن تنتجي شيئا اللي بتتعاون مع كل المكونات كل مثقفي الوطن يعني ما في حدا مستبعد هيك ولا هيك العملاء فقط قد تستغربون أن مهمة وكالة الاستخبارات هذه هي مهمة ثقافية وهذا يعني أن علينا أن نعرف جيدا أن الثقافة هي واحدة من بوابات العبور إلى حرب أمريكا على العقول والشعوب ولكن كل المثقفين اللي طلعوا وباعوا كانوا متعاملين مع الموسار ولا فيه جهات أخرى عنه 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 والله هذا طلع عايش النضال صديقي العزيز لا أبرق أحدا لا يمكن أن يكون المثقفون الذين ساروا وراء مرشد ثورتهم بين هلالين صاحب التناجر ما المشترك بين هذا وذاك ما المشترك تناجر ليش هيك حكي المثقفين صاير دبج شوي؟ بعد من أمتى المثقفين بعمموا؟ كلهم خوانين؟ كلهم خوانين كلهم خوانين غدروا فينا باعوا فينا واشترونا وما حكينا المثقف السوري بين الحضور والغياب في وقت المحنة والحرب لا بد لأهل التعبير أن يتقدموا الصفوف هنا تدفع للسطح أسئلة كثيرة أين هي النخب الفكرية والثقافية السورية؟ هل كان دورها واضحاً جلياً؟ هل تقدم الصفوف فعلاً مع العسكر مع البندقية بقلمهم بفكرهم بيراعهم بأسلوبهم سمعت المثقف لازم يرتبط ألمه بالبندقية والله بعلمي هذا المدمر أو المفجر يكون أنت بخربة بعدين بعلمي المثقف لازم يوعي الناس بإضرار الحرب هدول ما نظلوا الطريق يا نور طريق الرعاع واضح رعاع؟ بقصد اليراع يا لطيف أنت شو ثقافتك على أدى؟ بده من يشرحيك؟ طيب يا ناكوش بما أنك عم تحكي عن الثقافة أنا رح أعطيك مسقف سوري حقيقي صادق جلال العظم عزيزة هو مفكر سوري وفيلسوف ولد في دمشق عام 34 لعائلة أرستقراطية ولده جلال العظم كان من متنويري سوريا وجده كان والياً عند السلطان عبد الحميد إبان الفترة العثمانية على الرغم من الإرث الشخصي الذي ورثه صادق جلال العظم إلا أنه لم يتغدن أبداً بأمجاد عائلته عشان متواضعاً مكرساً حياته للإنتاج الفكري والنقدي انشغل صادق جلال العظم بالشأن العام وكلفه ذلك الكثير خاصة عندما انحاز إلى ثورة الشعب في سوريا ضلوا الطريق طريق اليراء واضح كلهم ضاعوا وضللوا وضلوا هل تتذكر الكاتبة التي أصبحت فيما بعد من كثرة هوياما بثورة الدومة مثلاً ثم أصبحت مشها كانوا يعلمون أن الأدب هو للمستقبل هو يبقى شهادة لذلك رأينا الكويتبات ترجمت أعمالهن إلى سبع لغات وتسابقت دوري النشر على ليش غيراني منهم أنت طيب؟ والله طيب أنا إنسان وما حدا عميه يعبرني لا لا أسلامتك نحنا نحنا نحترنك ومنعدرك واضح غيري عم تنقل طنقيت من عيونك غيري؟ لك هذا ظلم ظلم ياللي عرف الطريق اليراء ما حدا عبرها وهدوا ليك ياللي باعوا أقلامهم بظروف مختومة ترجموهن إلى سبع لغات وفي منهم بالحمسة كمان أي سبعة يطلعون هؤلاء أصبحوا يصطفون بالدور ينتظرون مظاريف صغيرة ستقضي أولا وأنت تتذكر أول صيحة صاحوها على المذابين لا دراسة ولا تدريس وإكمالة يعني كان إغلاق دور العلم دور العلم على المذابل شوها الثقافة بعد الناكوش ليش ما كملت لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس شفتشتون؟ مش كنتنا مع الرئيس يعني مع النظام مو مع البلد ما لنا خوانة عفوان لا تغلطة وتلفة والدورة بالدوخة بالدوخة صحيحة ولكن هناك ظاهرة تحيرني نظام بعض الأدباء الذين لم ينبسوا لديهم موقف مع الوطن لا أقول مع الدولة أنا لا أفرق بين الدولة والوطن على الإطلاق والله أنا عجزت مشان الله خبرونا شو الثقافة اللي بتكون ياها؟ هي الثقافة التي كلنا نريدها يا نور كلنا؟ بع بعضهم ونحن يعني دائما الثقافة السورية متواجدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما الثقافة الإيرانية موجودة في الجمهورية العربية السورية لكي العولة قلبك لعيد قلبي أقول من الأول بتكون ثقافة المرشد الأعلى قصدي المقاومة طبعا المقاومة لذلك حققنا انتصارات جديدة وريدة انتصارات سمعاني كشو هم تحكيت؟ ولا شي حتى الثقافة بتكون تنتصروا عليها لا على فيرويد فيرويد؟ إيه فورويد هذا هذا الصاية تبع علم النفس فرويد ملا؟ يعني مثقف نفسي أريد أن أقول أجمل مقرأت وأهم مقرأت عن الحرب السورية أن هذه الحرب هزمت علم النفس منذ تأسيسه إلى اليوم كل ما اكتشفه فرويد وما انتلاه من أدلر ومن ما شئت حتى إيريك فروم وكل ما اندخله في التحليل النفسي هزمه أمام هذه الحرب حتى هدول ما سلموا منكم وانتصرت عليهم؟ بس تعرف يا نور في شي ما عم بفهم ما عم بفهم ما عم بفهم أنه الموضوع حقيقة موجع جداً أنا كتير نسعقت ويعني أنه في عالم كنت أحفظ لهم هيك جمله وأنه شوف حالي أنه أنا بيحاورهم أو تصور معهم بعدين راحوا على مطرح كتير بشاء كانوا بيستاهل هذا الموضوع ما ناقصوا لا مال ولا جاه ولا سلطة ولا 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 ليه؟ قال لك شو ناقصوا وما تزعل؟ لا طبعاً ما بزعل نحنا متقبل الرأي الآخر أنا نفسي أفهم شو ناقصنا نحنا مثقفين لأب القائد شو ناقصنا؟ كرامة مو ناقصنا إلا شوية كرامة يا ناكوش كرامة؟ ما حتلاقيهون لا تعذب حالك دفتر الأب المؤسس القائد الخالد لا تحكي على دفتري كأنه شو شو اللبس المثقفين اللي لابشوا جيبوله جيبوله قهوة يحتسيها لا شرب أشرب ارتشفى ارتشاف أحسر لا شرب المنجم الميتافيزيقي عالم ما وراء الطبيعة خبير الأثار الساحة المشعوزة مصلح الدشات سلطان الطرب المهندس النظلي كتلة الألقاب المستحقة عن جدارة لهالشخص وما عدا تعرف شو يسمي لهالنجم المتقلق بحياتي ما قلت أنا نجم إذا بده أطلق لقب على نفسي أنا دكتور اسماني نجم بيعلم الطاقة نعم ماني نجم نهائياً يا سيدي دكتور دكتور الطاقة وشباك ومنور المطبخ مايكف غالي مين فينا ما بيعرفه أو سمع فيه؟ هو عفكرة سمعان فينا كلنا الشخص الوحيد على الأرض اللي بيشيل الغسيل مع البلكون قبل ما تمطر بكزة ساعة ليش؟ لأنه بيعلم بالغيب وكل شيء قبل بوقت بيعرف أين ترح تمطر وبيعرف أين تعملوا تنزيلات عند أبو الأمصان ودائماً توقعاته تصدم الجميع بدقة حركة كبيرة كثير وتكون تأشعوا أكثر من شركة الطيران السورية وأسطول طيران جديد يعود إلى الواجهة طيب أكثر من شركة وأسطول طيران إن إحنا طول عمرنا عنا طيارتين واحدة بتطير بالأسبوع مرة وواحدة عملوها مطعم بالشام نالنا الأساطيل فعلاً توقعاته بتصدم الجميع بدقة ممكن تعود قناة الدنيا برأيك من جديد؟ أقوى من ذي قبل قناة الدنيا؟ نعم أقوى من ذي قبل على سعيد هالم مش على سعيد سوري بس هلأ هي فعلاً بتصدم الجميع بس ما أظم بدقة يعرف كل شيء هالمايك صحيح ما قلت لكم ليش عم نجيب سيرته هلأ؟ ليش؟ صحيح انتم مالكم مايك لا تعرفوا المهم جاي يلقي محادرة عنا بالشام الصمود السوري نموذج عنوان لمحاضرة كان من المفترض أن يلقيها مايك فغالي الدكتور في علم الطاقة في الحادي والعشرين من الحالي في قاعة المحاضرات التابعة للمركز الثقافي العربي في دمشق وذلك بدعوة من وزارة الثقافة ومديرية الثقافة والمركز الثقافي العربي وفق ما جاء في الدعوة كان من المفترض أن جهاز حالي لأحضر المحاضرة التغت؟ ياريتني كنت منجم لا عارفة بتفاجأ الخميس بالليل تتصل فيه أنه فينا نأجل المحاضرة تللق دغري بالغية ليه شو فيه؟ الموضوع صار في بلبلة والوزارة طلبة تنأجلها تللق خلاص منوقفها على الآخر عادي شكله هو كمان ما له خبر شكل المحاضرة كانت سرية كتير مخبر وبس الناس اللي كتير معني اللي عرفت أنو الوزارة ما معا خبر طلع بيان من الوزارة فاتصلت بمدير السقافة أنا الأستاذ أيمن ياسين استغرب إنو ليش وقفت المحاضرة يعني بطل حدا عارف شو عم بسير في مطرح غلط يا بالوزارة يا عند السيدة رباب إذا أنا ما عندي خبر وأنتو ما عندكن خبر والنجم الدكتور كمان ما عندو خبر ووزير السقافة ما عندو خبر أقصى وزير السقافة ما بيعرف إنو فيه محاضرة مين ضل؟ ما في غير السيدة رباب وزير السقافة أحد إذا هو مش ماضي هذا المرسوم لإقامة هيدا المحاضرة في حدا نستعمل أنضاء تبعته لمدير المركز وإلا مدير المركز تكذب دخلك ليش ما أعلموك خلوك تتفاجق شو ما بيعرفوا أهمية هالمحاضرة بالنسبة للوطن؟ دخلك عن شو كانت هالمحاضرة سيادة النجم الدكتور مايك؟ وأنا طالع أحكي عن شو هي هالطاقة الغريبة اللي خلت السمود واقف بسوريا وخلت الجيش ما يتفكك بصفة مواطن عربي بحب سوريا أكتر ما أولاد سوريا بحبوها طاقة اللي ما خلت الجيش يتفكك طاقة الروسية طاقة الإيرانية طاقة الكيموية طاقة السارين احتمالات كثيرة عكلين أنا بقول ما لازم يلغوا هيك محاضرة يعني مواقفك المشرفة بتكهنك بعودة الطيران وبقاء الأساطين ونهضة قناة الدنيا وارتقاءها للعالمية وغيره يعني واحد مثلك لازم يعملوا له تمثال بسوريا هلأ انفهم الموضوع تنصل الوزارة من هذا الموضوع يعني الوزارة تنصلت من مقابلة مع الأستاذ ناصر أنديل ومع الأعلمية نجان ما بعرف شو بدون يعملوا أكلوكن لحم ورموكن عظم شايف؟ استغلوا طاقة التنجيم تبعك لحتى ينتصروا بس خلصوا لغولك المحاضرة مو بس أنت كل المقاومين الشرفاء الوزير تنصل ورباب كذبة بس معلش أنت عمال بأصلك وكبه البحر وخلي قلبك كبير على هالسوريين متل عادتك طبعا لأنه أنت أصلا سوري أكتر من السوريين مهيك قلت؟ عم بقلك أنا لو ما فيها المليون ونص نازح عم بيستعملوا كذا كيلوات من الكهربا يعني لو ما كان في عنا كهربا كتير منيحة كان مفروض نقعد نحنا على العتم هلأ السوريين صاروا سبب العتمة في لبنان ع أساس طول عمرة كانت مضاوية بدون السوريين دخلك هدول كمان مين اللي هجروا على لبنان؟ ليكون السيدة رباب خلونا نكمشة نحل كل مشاكلنا بقى يا جماعة أصلا هي سبب البلد حدا بيعرف وينها؟ شو رأيك يا دكتور مايك شائلنا ياها مستخدم يعني هيك أساليب الطاقة تبعك أهلا وسهلا فيكم بفقرة قطايف اليوم حبينا نغير شكل ونبعد عن الدراما ونروح للسينما طبعا بعد كتير خيبات أمل جتنا من ورد دراما السورية هالسينما رحنا للسينما أم الفنون لهيك لازم تركزوا معنا منيه صحيح إنه السينما نبعيتنا يعني قليلة ويمكن نادرة بس مليانة رمزية وهذا الفيلم يعاد قطبة جديدة قطبة لسجادة السينما السورية قطبة جديدة في السجادة السينمائية السورية مطر حمص فيلم سوري بعدسة المخرج جود سعيد يحاكي الواقع الذي عاشه أبناء مدينة حمص القديمة من تهجير وتنكيل على يد العصابات الإرهابية المسلحة مقاعد الجلوس في دار الأسد للثقافة امتلأت قبل ساعات من عرض الفيلم المنتظر بإقبال كبير ووسط حضور مميز لم تتسع له صالد سينما الكندي في طرطوس افتتح المخرج جود سعيد فيلمه مطر حمص وذلك بعد عرضه بعدة مدن سورية مطر حمص الفيلم السينمائي الأول الذي يتم تصويره في حمص القديمة وقعوا للفيلم أن يكون الأهم في مجاله الأهم في مجاله وقطبة بسجادة السينما يعني ممكن إذا فكنا هالقطبة بتهر السجادة فيلم مهمة الهاد أكيد الدولة هي قتله كل الإمكانيات هي أماكننا نحن صورنا بحمص يعني بعد خروج المسلحين فورا ونحن صورنا حوالي ستين يوم مو بشكل متواصل يعني متقطع أي الأماكن التصوير هي ضمن حمص القديمة لم نتدخل نحياً في الدكورات يعني صورنا ما رأينا بشكل شفاف خلينا نقول وبنينا هاي الحكاية ضمن هاي الديكورات آه هيك يعني الدولة السورية مشكورة بنت هاي الديكورات قبل حتى ما يتصور الفيلم موجر رفيق المخرج عمل الحكاية وسط هالديكورات هاي بس شو بتكم بالحكي؟ كوادر حلوة ونظيفة يعني فشر أي مخرج هولوودي لو إجا يبني مدينة إعلامية والله لو يشرف مال الدنيا ما بتطلع معه بهالواقعية هل أنت مسخة؟ لا أعطر الهلال أين بور؟ بين هذا الركام يصور ملايين الأفلام كتير حلوة هالمشاهد بعد إذن المخرج يعني بنا نعترف له للرفيق جود سعيد أنه أخذ لقطات حلوة شلونا من قصة الديكور هلأ وروائع كوادر الدمار في ناس حتفكر طالما المؤسس العامم أن تشتبه هالسرعة معنات السيناريو محطوط مسبقاً عصابات جهادية مسلحة أخذ المدنيين رهائن والدولة ما بتقدر تقضي عليهم لأنهم بين المدنيين والنظام الحامل الأقليات ما شون فاكرين الشغلة الدراما ولا نشرة أخبار على قناة سما؟ لا عيني لا هاي سينما والسينما غير دائماً سينما أصدق من الإعلام وهي لسان الحقيقة للفنان يا نصراني سيبدأ خروج الأذلاء في دخول الحصص الغذائية الرجل بعشرة والمرأة بنصفها يطيل الله عمرك قليلاً أو يكون عمرك انتهى وقدر الله وما شاء فعلاً بس اللي مثلي خلاك تمشي بالطريق وتشوفي خيالش هبعتك على الأرض أبو بطيخ؟ ما نبقى؟ بيشرفي بيشرفي إذا بتمس شعرمي شعرات يوسف خارتك سبعة ومص بطاسة رأسك فاتحة بيديها اللي مثلك يا أبو عبد الله بيجو وبيروحه واللي بيبقى هوي على الأرض والله مناقص غير يتقولون لنا من أنتم؟ وبتكون حرية سرقتوا شعاراتنا وعرعير وصواطير والثورة كلها متأسلمة واللي بدو يعمل ثورة بيبلش من حاله يعني المؤسسة العامة للسينما شو بدها تنتج؟ مين انتي؟ مينك انتي؟ شو؟ من أنتم؟ شو باك؟ من أنتم؟ من أنتم؟ انتو حرامية على فكرة شو؟ انتو اسمكن حرامية شعارات انتو سرقتوا الشعارات ومشيتوا فيها بالطريق ستين سنين نحن نرددنا سالشعار مين؟ صحيح انتي شدتين لجماعتي؟ تباوت الصلاطي؟ معفلاتهم؟ وجماعتي بألفوا أغاني كمان بلقت لجنكم بلا اتفاقية واحد سرسل يحق أفرن أمي جاهل ماسك أربيجيت ضرب نحولت الكهرباء تلتفت هيك ملاء الكهرباء برييتم نقطعت نزعج طلع مظاهرة بذنتك فيه شعب بينام أكثر من عشر ساعات خرج ويعمل ربيعا لما في شعب بينام عشر ساعات بده يعمل ثورة يعني اللي بيعمل ثورة معروف أصلاً فيه من الصبح سبعة الصبح بيردد الشعار بيشرب حليباته بيفرشي سنانه بحي القائد وبينام ساعة تسعة لا والله أنا برأيي أحسن نضل نايمين ورؤسائنا يحكمونا كمان أربعين خمسين سنة ونكون كلياتنا برعايته إشراف في الجهات المختصة والجيش الحنون العاطفي اللي بيغنينا لحتى نحب وننام ونعشاء يا سلام على الحب يا سلام يا أخي ما في أحلام من الحب خليني شوف سيتكم حبي ما لي بيتنا ومدفين الحنان ومدفين الحنان ساسوكي يا شدي حط لي الحب كله يا تكرم يعني مونا أصغر تلبسهم زهري وملون للجيش العربي السوري وتحطهم بعد تلتا بيز ببرامج الأطفال قمة الرواء والحنان والحب أصلاً يعني سنحاربهم بالحب والله نحنا شعوب ظالمة ومننام عشر ساعات لكن في أجل أننا tissح Ó ما هو مزل ما هو مزل üzerine 吼 انتذكر 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 أعطي من الكلب أعطي من الكلب أعطي من الكلب كنت تعتبرونا ولا تكلم ولا تقوصونا وقتنا نطلع مظاهرات ولا الكلاب ما بتتظاهر لحظة يمكن أنا بفهمة الرمزية غلط صحيح سي تخبركم يعني الفيلم رمزي وفيه هكك كتير فموز معقدة يعني نحن المشاهدين العاديين البوسطاء يعني يمكن ما نفهمها هاي الي ياسمين يا حوصي طلقة من رديد يا السياء اشترك أنق cuello اشتركوا في ساعدة تشاوية بما هذا التشاركت يعني المشاهد البسيط الأمي الجاهل ليش لا يتفرج على هيك أفلام يروح يتفرج على تليتابيز يعني يقعد ويضيع لوقته على هيك قصص هذا الفيلم وجه للمثقفين هلأ نحن بعصر المثقفين يعني المثقف صار يحمل سلاح ويدافع عن بلده ضد المؤامرة الكونية أنا نهلة دكتورة بالكيمياء الحيوية مدانته دكتور بالبحوث العلمية مالك استاذ باللغة العربية وشاعر مصري وبشار مجنين من قبل الأزمة العميد الركن طيار المتقاعي جابر منصور من طياري حرب تشرين بنتي ند صيدة لاني أوفوا حلاصل دي كل فوق أو خليل منصور هذا قائد مجموعة بعض هل تشرين؟ هل تشرين؟ وبعض تفاصيلة حصلت لأنه لا أنا ولا أنتي ولا أي حدا تاني بيعرف شو حصل حقيقة بفترة هذول تشهور ضمن هاي المدينة لا أحد يعرف ومن يعرف لم يتكلم حتى الآن مثل ما مكتوب ببداية الفيلم بتدور بين شهر شباط وشهر حزيران 2014 عفواً أيار 2014 مستندل أحداث جرت بهذه الفترة اللي كل بيعرف شو صار يعني هاي الفترة اللي فيها بعض المدنيين بقيوا بيحمص كانوا عدادهم قدية جدا بيحمص القديمة بس توحينا من حكاياهم حكاية بنيت كسيناريو على الميادين ما أحد بيعرف شو اللي صار وعا السورية الكل بيعرف شو صار سيات المخرج رسالك عبر لك أنت أنت شو توجهاتك وجهة النظر اللي عم تحكي عناي يعني وجهة نظرك ومن تمثل كأنها عم تحمل أو تؤول أنها وجهة نظر رسمية أو وجهة نظر نظام فبالتالي تقفل بوجه الأبواب في شيء من الصحة؟ لا أظن أننا نحنا كأفراد نعم قصر بأنه نكون موظفين ثقافيين أبدا أنا عندي وجهة نظر فلان عنده وجهة نظر وغيره عنده وجهة نظر هل وجهات النظر اليوم والطريقة اللي عم نعبر عنا فنيا تلاقت بلحظة مع تيار سياسي قد نختلف معه بالكثير من التفاصيل ولكن في السؤال الأكبر اللي هو سؤال الهوية السورية كان اليوم فيه تلاقي مع هذا التيار السياسي مع الدولة السورية هلأ هو مستقل بيمثل نفسه بس يعني بالصدفة الصدفة المحطة تيار المخرج التقى مع تيار الدولة بالصدفة طبعاً وعملوا هالقطبة السينمائية العظيمة مطر حمص ما أنا أصغير تقول إنه الناس نزلت مشان تحمد ربه على نعمة المطر لا بلا رمزية بلا علاك أنا بقلك قصة فيلمك بكلمتين عصابات المسلحة المسلمة حاصرت المدنيين والخوري المسيحي وقنصت هيك بشكل عشوائي وفاوضت الراهب وخطفة النساء والأطفال وكل اللي ما اتفق مع الدولة أصدي تياره ما التقى بالصدفة مع تيار الدولة بطلع عصابات مسلحة وبيحكي بالفصحة وشرير وكلها كانت سرقة شعارات وصواطير لأنه بالنهاية شعب جاهل وأمي ما منفهم رموزك هاي العميقة وفوق كل هاد النعم عشر ساعات يعني كان الأفضل إنه نحن نوقف مع دولتك أو نلتقي عفواً مع تيار الدولة تبعك والجيش الموسيقي المسالم لحتى نحافظ على الهوية السورية والمجتمع المتجانس بس فيه سؤال بسيط إذا جاوبتني عليه أنا ببصملك على كل الحكي اللي حكيته بالفيلم هاي الديكورات الجاهزة اللي صورت حضرتك فيها لفيلمك العظيم مدينة حمص المهدمة مين اللي هدمها؟ مين اللي حاصر المدنيين ببيوتهم؟ مين اللي عنده طيارات وصواريخ وبراميل تعمل كلها الديكور العظيم؟ بس بصراحة فيلمك مكلف وخرجي يشارك بمهرجانات عالمية المخرج السينمائي ثائر موسى أهلا وسهلا بك ضيف في برنامجنا ميت هلا أهلا بي أستاذ أنت خرجيج المعهد العالي للسينما من بولند تحكي لنا أكتر عنك طلعت أدرس في بولند لأنه ما في بسوريا معهد عالي للسينما بسوريا كان في شيء اسمه المعهد العالي الفيلم المسرحية وبالتالي لدراسة السينما كان لابد من الخروج من سوريا ذهاب لأوروبا وأنا كنت محظوظ الواقع أن رحت لبولونيا أو بولندا لأنه فيها كان مدرسة كتير مهمة حقيقة مهمة خرجت مخرجين كبار معروفين في العالم وبنفس الوقت عطتنا إمكانية كتير محترمة لأنه نشتغل على معدات الناس المحترفين نشتغل على الشريط السينماي 35 ملي متر في ذلك الزمان بالواقع أنا اتفاجأت يعني أنا شاب صغير جاي من سوريا عمري 20 سنة فجأة شفت حالي مالك الكاميرا بيستعملوها كبار مخرجين شفت حالي عم صور على نيجاتيف 35 ملي متر واللي هو حلم أنه واحد يصور عليه بالتالي أنا الواقع كنت محظوظ وقدرت هيك حصل ما استطعت تحصيله من هدول الناس المهمين جدا في مجال السياس بعد ما رجعت على سوريا وقدرت أنه أنت تكون بدور المخرج وتكون اسمك كمخرج شوفي هلأ صدفة كنا تحت الهواء عم نحكي بشغلة إلى علاقة بالمشروع السينمائي أنا الواقع حتى أكون صريحة من الآخر لا ما قدرت حقق المشروع السينمائي اللي كان بذهني الأفلام الروائية اللي بحب أعملها بسوريا فيها أفلام سينمائية تصنع ما كان فيه صناعة السينما ما كان فيه شو سبب يعني هلأ أنه هي يعني وجود السينما يعني عدم الاهتمام بالسينما يعني عائد للنظام أو أنه ما كان فيه إمكانيات كأدوات هو الواقع الآلية التي كانت تتحكم بالسينما من جهة العقلية يعني من جهة ومن جهة تانية أيضا لإمكانات يعني المؤسس العام للسينما كان بإمكانة تعمل فيلم بالسينة لما بيكون فيه بحدود 30 مخرج بالمؤسس العام للسينما فأنت تتحدثي عن سنوات طويلة من الانتظار اللي يجي دوره الواحد لما بالضرورة 30 كلهم فعالين وكلهم عندهم مشاريع بس بالتأكيد يعني يمضي العمر لمخرجين موهوبين مثل محمد ملس أو سامة محمد وهني عملوا فيلم أو فيلمين كان هذول يتم انتقاؤون يعني كان حسب إذا تلاقى كنا بفقرة أطايف حكينا أنه إذا المخرج تلاقى بصدفة يعني فكره السياسي مع الدولة فيه هيك شيء فيه هيك شيء أكيد والله إذا تعارض ما بيطلع له فيلم بده شوي الذكاء الواقعي وحنكي وخليني يقول أنا ما بحب هاي الكلمة حربة مثل ما يقوله واحد بدي يكون هكي قادر يحتال على الرقابة فيه فن مستقل فيه نقول بسوريا أو حتى قبل كان هل يوجد سواء كأخراج أو كأعمال فنية فيه نقول أنه كان فيه أعمال مستقلة السينما لا يمكن أن تكون مستقلة في بلد مثل سوريا السينما فن مكلف بيحتاج لملايين لينعمل بده تجهيزات تقنية بده فرق عمال محترفة وهدول بدون تمويل وبالتالي ونتيجة غياب القطاع الخاص عن السينما في سوريا يصعب الحديث عن أنك تعملي فيلم مستقل للأسف الشديد الاستقلالية بيحققوها فنانين من على أسعدي أخرى بيحقق الفنان التشكيلي يمكن بيحققها إذا ابتعدنا عن الموسيقي ممكن يعني يألف مقطوعته الموسيقية لنفسه دون أن يكون متعلق بالآخرين هلأ بعدين لا تنعزف كيف بيصير هذا أمر آخر لكن الإبداع بحد ذاته خلق لما واحد بيرسم لوحده فهو يعني العمل الفني قد أصبح جاهزا هلأ بقى بينتشر ما بينتشر في ناس بتعرفي أو إذا فيه يمرأ رسائل ما يفهمها يعني النظام بمقطوعة أو بلوحة طيب شو تقييمك هلأ للأفلام اللي عم تنتج المؤسسة العامة للسينما فيلم مثلا خلنا أخذ مطر حمصر اللي ذكرنا خلال الحلقة شو تقييمك الفن إلوكا مخرج سينما يعني شوفي اللي بده يكون واحد كتير هيك فاتح قلبه اللي يفهم كلمتي اللي رح أقولها مثلا عن هذا الفيلم صدقيني الموضوع ليس أني مختلف مع النظام وهذا خلاف جوهري يعني كمخرج كمخرج وكفنان وقف يعني إلى جانب شعبه في معركته ضد مستبديه أنا رأي بهيك أفلام مو لأني أنا ضد النظام وأنا ضد النظام ولكن أنا بالمعنى الفني أيضا لا أشعر بأن هذه الأفلام هي أفلام مهمة وعلى عكس ما يتصور البعض حتى فنيا أنت ما بطلت برؤون لا أبدا أبدا وأنا لا أبخذ حدا حقه حتى لو كان من جهة النظام طبعا أنا أخذ عليه موقفه رح سميه الأخلاقي أو اللا أخلاقي في وقوفه مع القتلة لكن إذا بدنا نحكي بالفن فهو فيلم يعني سيء بكل المعاني هو فيلم سيء ولولا ولولا هذا الاستغلال الخبيث الواقع لمشاهد الدمار الموجودة في حمص والتي دمرها النظام ببراميله وطائراته لولا هذه المشهدية البصرية التي دفع ثمنها أرواح الناس السوريين لكان الفيلم بلا قيمة على الإطلاق ديكورو جاهز يعني ديكورو جاهز والرؤية البصرية ما بدها تعب على الإطلاق ويخيل لمن لا يعرف حمص وماذا حدث لأنه ما شاء الله هذا كتير بيك فروداكشن ومتعوب عليه بينما هو الواقع أتى إلى مسرح الجريمة واستغل الحقيقة كي يلوي ذراعها للأسف الشديد لكن هو سيناريو سيء هو أداء ممثلين سيء وبحب أقول لك يعني هيك مشاهد واحد يكون عادل لأنه بطل العمل وبطلة العمل هدول الطلاب أنا درستهم بالمعهد العالي للفنون المسرحية مادة السينما تحديدا وهن ناس عن جد موهوبين وكانوا سيئين بالفلم لأنه المخرج سيء ببساطة شديدة وبرجع أقول لك عم بحكي بالسينما في هذه اللحظة ولا أتكلم في موقف الأخلاقي من هؤلاء الناس قد مهم موقف الفنان من أي قضية أخلاقية قدرت تعطيه بترفعه أو ممكن تنازل الفنان نتعامل معه بهالحالي كإنسان فنان أنا برأيي الضمير الإنساني يحتم علينا أن نقف إلى جانب الحق مع المظلوم ضد الظالم وأنا ما عم باخترع الدولاب من جديد أنا برأيي هي أبسط القواعد الإنسانية التي يجب علينا أن نراعيها وبالتالي كفنان أيضا يعني تقع على عاتقه هذه المسئولية بأنه في آذار لما الشعب 2011 آم وقال نحنا بدنا حرية يعني تقدر أنت تفصل الفن عن السياسي هل بتقدر تتعامل مع شخص عنده موقف لا أخلاقي بتقدر تتعامل معه يعني أو تحترم العمل اللي عم يشتغله أو أنه خلص يعني تفصل تماما موقفه السياسي عن الفن اللي عم يقدمه تتقبل هذا الفن بشكل هيك مجرد هو الواقع سؤال صعب حقيقة يعني نحنا كناس أيضا آمنا بالديمقراطية وحبينا تكون ببلادنا هكذا نظام يؤمن بتداول السلطة وبصندوق الانتخابات بالنظري المفروض أنا احترم الاختلاف مع الآخر بالمعنى النظري المفروض أمنح الآخر حقه في أن يكون ذو رأي تماما مختلف عن رأيه صحيح هذا الأمر يجب أن يكون ولكن هناك فارق بين الاختلاف بالرأي وبين الوقوف مع المجرم هذا أمر آخر كليا ما بقدر أنا أتغاضى معه هون أنت استاذ ثائر كنت من الأصدقاء المقربين للفنان الراحل ما يسكاف شو الكلمة ممكن تحكيها يعني ما يشيء الملفت كان برحيلة أدي هي كانت يعني عم تذكرنا بالآخر لحظة بالأمل وقدرت أنه هي تجمع السوريين يعني كل السوريين خلينا نقول على جميع اختلافاتهم الفكرية وحتى التيارات السياسية نقول وكل الطواف كله النعومي حتى يعني المؤيدين في منهم للنظام ما قدروا إلا أنه ينعومي ويترحبوا عليها هني قلي الواقع أوكي أنا بحترم موقفهم بس هني قلي لكن شوفي بالصدفة هلأ أنت قبل لحظة سألتيني عن موقف الفنان وهل أنا أستطيع تقبل الآخر وحكيت لك شو مفهومي عن هيك الديمقراطية وقيفية قبول الرأي الآخر ضمن شروط عدم الوقوف مع المجرم يعني بس أنا بحب إليك طالما أتيتي على ذكر صديقتنا الراحلة مي أنه نحن ومي ومجموعة من الفنانين كنا وقعنا بيان درعة في شهر نيسان 2011 اللي طلبنا فيه رفع الحصار عن أطفال درعة وإدخال الحليب وغيره من المواد الغذائية إيلون وهذا البيان الذي استلح على تسميته بيان الحليب يعني فنانين من النظام على رأس مخرج النظام نجدة أنزور لم يستطيعوا قبول هكذا بيان يعني نحن ما حملنا السلاح وذلك البيان ما كنا نازلين بمظاهرة نحن وقعنا بيان لم يستطيعوا أن يقبلوا حتى هكذا اختلاف صغير وإن كانه جوهر الواقع لأنه نحن عم نحكي عن نظام نزل جيشه ونزل على حاصر درعة بحجج وهمية عن عصابات مسلحة وتنظيمات إسلامية في ذلك الوقت وهذا كان محض افتراء في ذلك الوقت وقاطعونا وأصدروا بيان المنتجين بمقاطعتنا ومي كانت من الناس اللي واجهت هذه المقاطعة بشجاعة كبيرة كما تتحلت يعني للأسف الشديد أني عم بحكي على مي بلهجة الماضي بصيغة الماضي في هاللهظة بس هي تحلت بشجاعة كبيرة رافقتها بالمناسبة كل عمرها قبل الثورة هكذا كانت مي في الثورة هكذا كانت مي وأثناءها وفي كل السنوات حتى لحظة رحيلها دائما كانت صادقة إلى درجة صادمة يمكن وكثيرين الناس ما كانوا بقدروا هكي يتحملوا هذه الجرعة من الصدامية إن صح التعبير في الدفاع عن الحق في الدفاع عن الناس اللي طلعوا طالبوا بحقهم لكننا نشعر دائما مي وكأنه هي في أول يوم الثورة يعني لآخر لحظة لآخر بوست هي كتبته على فيسبوك وكأنه هي تعيش يعني أول يوم الثورة هي هيك هي هيك هي مرحل على مي سكاف أنا كتير سعيدة باستضافتك شكرا كتير إلك سلميني مخلص سينوائي ثائر موسى الله يخليك الله يخليك معقول تغدر فيها تسرقني بالمعية وانتو بنظرنا نسور وتحاربوا الإرهابية انت عاملها قضية مسكها حنبالية شوية عفش وبرات وواني منزلية أحكي حكي موزور عفشت كل شيء شوية عفشت كل شيء